طيب بسم الله الرحمن الرحيم خلينا نبدأ كده ان شاء الله النهاردة موضوع الأوبن ستاك الحقيقة بقى لي فترة يعني صراحة وفكر إزاي يخبط أول خطة في موضوع الأوبن ستاك ده وده ليه الصراحة لأن الأوبن ستاك صراحة معقد لحد المال وفي نفس الوقت هو سهل يعني الطريقة اللي هتدخل بها الأوبن ستاك هتفرق معاكس الكودة هتحف تكمل ولا لا بكله بساطة طيب ايه مدى تعقيد الأوبن ستاك هو صراحة معقد جدا بشكل ما حدش هتخيله ولو انت مش فهم الكمبوننس بتاعته هاي الكمبوننس كل واحدة الوحيدة هشغلة ازاي سهلة جدا و تمام تمام مزاجفل لكن لما يجو اشتغل مع بعض لأ ربنا يديك الصحة بقى طيب المشكلة في الأوبن ستاك هو ان هو محتاج حد يكون فهم انفرستركشور كويس لان الأوبن ستاك هتلاقي له انتجريشن مع الستورج ولو انتجريشن مع النتورك ولو انتجريشن مع الهايبروفيزر ولو انت مش عارف هاردوير كويس فانت هتلاقي نفسك بتخبط في حاجات كده فانت المفروض تكون ملم بشوية حاجات كتير قوي كده عشان تبدأ تشتغل مع الأوبن ستاك دي المصيبة اللي موجودة في الأوبن ستاك لكن هو كاكمبولانس كل واحدة الوحيدة على حدة يعني كل واحدة الوحيدة كده مش عضية مش عاجة كبيرة صعبة أو مستحيل لان احنا نتعلمها لا بس فكرة انت تنتجريت الحاجات كلها مع بعض وتشغلها مع بعض ولما تحصل مشكلة تبقى تعمل ترابل شوت لكل حاجة فيها او تعمل ترابل شوت لكل حتة الوحيدة على حد ما تمسك المشكلة دي فين دي اللي في حد ذاتها مشكلة طيب تلام جميع الطريقة بتاعت الانستوليشن بتاعت الابن ستاك ممكن تكون سهلة وممكن تكون معقدة على حسب انت بستخدم اي طريقة فين في الانستوليشن ردها وبنت وغيرها وناس كتيرها جدنا كانوا يستخدموا حاجة اسمها بكستاك لسنين طويلة ممكن من 2013 او قبلها من 2012 تقريبا لحد قريب لحد 2015 او 2016 بعد كده جد فكرة استخدم حاجة اسمها director وبعد كده كمان في فكرة دلوقتي الناس عاملينها تستخدم أنسبل لتعمل لك الانستوليشن وتوميت الانستوليشن كله من الالف للياء طيب خلنا كدر اسم الشغل بتاعنا احنا هنشتغل ازاي عشان نكون واضحين بس في الطريقة اللي نشتغل بنا مبدئيا احنا في اول كام سيشن كده اللي هم حبة حلوين يعني اول شهر ونص ولا اول شهرين فانت دورك ان انت تاوبريت الاوبن ستاك يعني ايه تاوبريت الاوبن ستاك يعني دورك ان انت تشتغل كاوبريتور بس كاوبريتور هنا مش معناها حاجة وحشة مش بقلل منك ولا حاجة لأ معناها ان انت بكل بساطة انت مش مسؤول ان انت تعمل الانستولي سيرفيس معينة تمام؟ انت بتبقى مسؤولاتك محدودة انا محتاج اكاريت virtual machine محتاج اعمل upload لامج بتاع virtual machine معينة محتاج اكاريت private network وتكوننكت ال virtual machine دي للنتورك وتبقى accessible محتاج اكاريت flavor تمام؟ فانت اول خطابات لك مع الاوبن ستاك الطبيعي والصح ان انت ما تعملش الانستوليشن ولا تبدأ تتعب نفسك ولا تتعج نفسك ولا تضيع وقته مجهود على ازاي انستولي الاوبن ستاك زي ما قلتلك الانستوليشن بتاعه لحد ما معقد ولو انت مش فاهم الانستوليشن بيتم ازاي ولو انت بتستفضل مثلا الانستوليشن بتاع ال director وبتعمل حاجة اسمها introspection هتلاقي ادمر كلفة حرفيا مش ببالا يعني ايه عم دا ايه اللي احنا بنعمله دا وده بنعمله ليه مش هتلاقي نفسك فاهم اي حاجة تمام؟ الكوميدي في الموضوع ان انت اصلا لو بتاخد ال official training بتاع دهات مش هتلاقي اصلا فيه official training النهاردة يقولك تعال اعمل الانستوليشن open stack بالشكل فلاني مش موجود يعني ريح نفسك ومتدورش مش موجود خلاص؟ فازاي تعال انستوليشن open stack بالتفصيل مملك كده في اكتر من سيناريو سواء كنت تستخدم back stack اللي هو بتنستول عن طريق automation script موجودة كده مكتوبة روبي مش هتلاقي او هتلاقي ريسورس كتير او موجودة هتلاقينا وضوع بالنسبة له سهل انما تروح ال open stack director بتاع دهات تبقى تعمل انستول هتلاقينا وضوع مواقد جدا طيب الفكرة هنا احنا نبدأ ازاي انا عدت تقريبا بقالي اسبوع بفكر احنا ازاي نخبط اول خبطة في ال open stack فانا فكرت كده في الاول بدام احنا في اول track واحنا مش administrator احنا مسئولين نلعب مع ال open stack في اي حاجة فخلينا نشتغل مع ال back stack كخطوة اولانية نتعرف على ال component بتاع ال open stack تمام فهنا نستخدم ابسط طريقة لل installation يعني ده في البداية ابسط طريقة ال installation ده واحد رقم اثنين مع ال installation احنا نعمله دون هننستغل على مكانة واحدة بس يعني يعني انستغل ال open stack كله ال cloud كلها على فرش والمشين واحدة ماشي؟ طيب عشان برضو خليك تكون فاهم وشارف الدنيا ايه اللي احنا بنعمله فممكن بعد كام سيشن كده اوريك ال installation بتاع ال open stack director بيتم ازاي؟ بالمناسبة احنا ممكن ناخد اكتر من يوم في ال installation بتاع ال director ده وال cloud كلها كاملة يعني ما تفتكرش ان احنا هنوعد كده يا الله بسم الله الرحمن الرحيم يعمل install the cloud فانت تنستل ال cloud في ساعتين زمن وتروح تروح الكلام ده انسيها تماما يعني مفيش الكلام ده خلاص ال comedy في الموضوع انت لما تعرف اصلا الناس بتاع ال professional services اللي بيروح يعملوا installation ال open stack cloud احيان ال installation بياخد منهم اسابيع بل شؤور ممكن تلقي واحد كده ده راجل مهندس قاعد قاعد عند customer بقلو 3 شهور او بقلو شهرين او شهر ونص بيعمل installation open stack cloud خلاص هحاول قدر المستطاع اوريك ازاي تعمل installation open stack cloud عن طريقتها ال director او ال open stack platform بس توقع ان معظم الشغل بتاعنا اول شهرين ولا حاجة اول خطوات ال open stack مش هنشتغل مع ال director وده لسببين السبب الاولاني انت اصلا كده كده مش مطالب باي حاجة تعملها مع ال director في البداية السبب التاني ان ال director ده لما تيجي تعمل run فانت بترن components منفصلة وكل شوية components كده على virtual machine الوحيدة ال resources اللي تحتاجها كبيرة جدا انا مقدرش اوفرها لك النهاردة يعني انت النهاردة قلتلي سيب كده شوية سيرفرات عندك في ال cloud شغالين بال resources ديه حرفية من خراب يوت يعني فانا مش اقدر اعمل حاجة زي كده مش اقدر اوفر لك حاجة زي كده فانا هوريك the installation وبعد ما هوريك the installation ونجرب the installation ونعمل the installation ونشغله ووريك the components كل components يعني اعمل لك ثلاثة controllers مثلا على ثلاثة machines مختلفين واثنين compute nodes على ثلاثة machines مختلفين خلاص خشيل المشيد دي مش هحتاجها مرة تانية او انا هشالها عشان اقلل الكوست بس في الحاجات اللي احنا عاديين نعملها طيب كلام جميل فخلينا بقى كده ايه نبدأ نشغل او نبدأ نشغل مع الكورس بتاعنا زي ما قلتلك احنا في اول ايام بتاعيتنا اكده هنشتغل مع ال back stack هنتعرف بس على open stack cloud فيها ال back stack installation بسيط جدا وسهل عادة ال back stack بيستخدم لل proof concept وال training وال testing environments ده مش designed ابدا لل production environments خلاص طيب كلام جميل عشان اعمل back stack تعالى كده نجري ال virtual machine وال virtual machine دي تعالى ايه نجرب او نحط عليها ال back stack طيب هتشايفين كده ال console انا رفعتهم صح؟ هتشايفين وقتا دسها طيب كلام ان قمنا بتاعنا نعمل كده نو virtual machine ونحط عليها ان قمنا بتاعنا بس اعمل ال virtual machine تمام ال virtual machine بتاعتي دي تعالى الاول اختار انده optimized server ال operating system بتاعي هايكون تعال نقرب كده نحط ال backstack على ال الات مافيش مشكلة مفروض يشتغل معنا مش محتاج اي تمبلت اوه كده اديها اسم تعال كده نديها نيك نيك ماشي ال instance طيب خلهولي كده X large ده المفروض نكون كفاء مجرب عليه على قل launchEinstance او اتنين او حتى ممكن يوصلون بميع instances من غير مشاكل اااااام مش محتاجين حاجة كل ده في الهوست ما فيش مشاكل فيه برضو البوت اوبشنز تعال اتاتش سيدي تعال نحط لورال 8 او نحط له سينتوس في عندنا سينتوس تمانية ثلاثة اهو انا انا بوت مينيو والساكند بوت دي وايس خليها لسيدي روم اعتقد ان احنا كده خلاص جود جو يعني ماشي ماشي اعدي المشين عبدالات كريت اثير هنفتح المشين دي كده عندي نتورك انترفيس اضافة اول في عندي الديسكس مفيش ديسكس لسه خلينا عمل نيو ديسك للمشين دي الديوليمتين جيجة كده حط الديسك ده على الاس ا اس دي هنا خليولي ثم بروفشن بدلا من ضع المساحة الفاضي حرم علينا الديسك ده بلش متهن متين كثير جدا خليولي مية مثلا اخليولي حتى خمسين جيجة ماشي بعد كده لما نحتاج وقت الانستوليشن خلينا نعمل او نبقى نضيف ديسك تاني وقت الانستوليشن يعني ماشي لقصر حاجة ماشي طيب ادل المشين بتاعتي تقريبا شبه انتهت انا خططوه على الس اس دي ولا اه طيب خططوه على الس اس دي ليه في ام ستوري 2 دي اس اس دي ديسكس طيب كلام جميل ماشي ادل المشين عندي اهيا خلينا كده نرون المشين دي ماشي تربح المشين ده ماشي تربح ماشي تربح بستعال نفتح الكنسول بتاعه كده انا احساب بل انه تربح بس او بس او بس او بس او بس او بس او بس اختر option 2 نروح نعمل الانستول على اللحية اي prova فانسي فى الانستوليشن هننستلل منيمال سيستم عادي نختار الانستوليشن ونختار الانستوليشن هنا ونستل الانستوليشن لحب تضيف اي سبيس فى المستقبل مفيش فى اي حاجة ده الروت فايل سيستم 44 جيجر وده سلاش بود ونسواب ستدة الوزن يظهر عارف الخامج ونسأل الروت فاصوور الدلودار اي اي اسم OSP تعمل الانستوليشن اختصات openstack بلواسم فما تشوف OSP ما تتخطش يعني لو بتتكلم على containers او على OpenShift هتلاقي اسمه OCG OpenShift Container Platform osp.example.com تعال عمله apply كده ده كده اخد ال IP ده 245 ماشي software selection minimal installation ما فيش في اي حاجة fancy خالص للinstallation يعني بنتكلم على typical minimal system انستول يعني فيش في اي اختراع على كده بس خلص ده ال installation بتاعنا بدأ بمجرد ال installation يتم هنبدأ نتحدث ونبدأ نعمل upgrade ال machine ونبدأ نستول ال OpenStack اتفضل 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 هو معيش حضرك قولت ال OpenStack بنتخدمه في ايه؟ يعني مثلا الانسبة لانا بس اضيوف management ال OpenStack ماشي كده كده انا رجع على اجابة السؤال ده يعني كمان شوية يعني مش كمان شوية دلوقتي ممكن انا رضا ممكن من اول بكرة مثلا او من اول session اللي جاية ان احنا نبدأ نتكلم على ال OpenStack بالتفصيل ال OpenStack بالنسبالك ما هو إلا platform كل وظيفته عبارة عن cloud management platform ده cloud platform من كل مصد نعم؟ طيب السؤال هنا هو ليه محبتش حاجة زي او حاجة زي ردهاد فيرشوليزيشن عليه اولا ال platform بتاعت ال فيرشوليزيشن دي او اولا مفيش فيها tight integration مع ال platform نفسه او يعني اللي هلاك ازاي خلينا نتكلم على مثال التركو بروفايدرز مثلا التركو بروفايدرز عادة بتحتاج solution السلووشن ده بيسمح لها مثلا ان هي تعمل حاجة زي auto scaling تمام؟ تمام فاوتو سكيلينج يعني ايه؟ نهارة انا عندي application شغاله الابليكيشن دوا اللود عليه بدأ يزيد فانا عايزة ديكت اللود الزيادة دوا وابدأ ايه؟ اتعامل مع اللود ده ازود عدد ماشينز زيادة اقل العدد من ماشينز لو اللود قل موضوع auto scaling ده مش طعف تعمله مع السيستمز العادية زي ردهاد فيرشوليزيشن او زي فيموير في سفير مثلا تمام؟ اتبرو بالظبط هو زي امازون كلاود اللي موجودة برا كده عند امازون على الانترنت انت ممكن تبلد الابن ستاك لوكاني عندك بكل بساطة فالفكرة بتاعت الابن ستاك ايما لان انت تبلد انفراستركشور الانفراستركشور دي هي عبارة عن برايفت كلاود طبعا طبعا ما حدش يقدر ايماك تتشغل الابن ستاك ده كبابل الكلاود بردو ممكن لكن هو بالاساس ان انت تعمل بلد للكلاود وعادة بتكون برايفت كلاود يعني ناس كلها اللي بيعملوا انستول الابن ستاك عندهم عادة بتلاقيهم مهمة غالبا بيكونوا تلكو زي STC اتصالات ودافون موينيل او الناس اللي محتاجين بتاعت الكلاود الابن ستاك مش مجرد بيعمل مثلا اوتو سكيلينج او بيعمل سكيلينج للفيرشور ماشينز اللي بترن بس لا ده ممكن مع ردهات مع الابن ستاك دياريكتور ده وهوريك ايه هو الابن ستاك دياريكتور كمان شوية ان انت tert Rép انت تقول له خد يا عم انت عندك المس только as h20 physical server لما تلاقي اللود زاد الان bioconnect على النود spoken to the nodes عن طريق الALLONE interface او IPMI ويضيف السيرفر لكلستر ويبدأ الـ Provision الـ Open Stack عليه كل الكلام ده بيتم بشكل Automatic وانت محتاج اللود يزيد فانت بتزود Automatic يرنها على السيرفر لسه معمله Provision ده اللود قل، Automatic بيكون نكتع على السيرفر ده يقوله خلاص انت برى الـ Open Stack اللي هو الديان وعمل لك ده Provision دلوقتي حالا يلا عمل حاجة شيل كل حاجة عليك مع السرعة الكلام ده فعليه مش تعرف تطبقه او مش تعرف تعمل موضوع الـ Auto Scaling ده مع الـ Solution أو traditional solutions اللي موجودة حاليا طيب موضوع ان انت يكون عندك Multi Tenancy يعني ايه Multi Tenancy؟ يعني انت راجل عندك وليكن انت هتراجل من Public Cloud خلاص حتى لو Private Cloud بالمناسبة وعندك يوزر عايز تفصلهم عن بعض الـ Users هتقسمهم لـ Groups كل Group هيكون لها Tenant او هيكون عند لها Project او isolated في Project خاص بها ماشي كده؟ الـ Group دي مش هتشوف اي حاجة او مش هتشوف اي جزء من الـ Infra اللي موجودة عندي غير اللي انا سمح لها ان هي تشوفه انا ما اديها مثلا كوتا وليكن انتو ليكوا 20 CPU او 20 virtual machine والـ RAM بتاعتهم ريسورس اس كذا والـ Disk بتاعتهم ريسورس اس كذا بس اديهم الحاجة دي بتاعتهم وهو بالنسبة لك هابرة عن تنانت راجل مستأجر واخد جزء كده من الـ Infra بتاعتك اللي موجودة نفسي لسا بتاعت امازون او بابدك اللي موجودة بالزبط هي رفس الفكرة مفيش فيها اي اختلاف فليه الـ OpenStack هاجيله بتفصيل واشرح لك ايه مميزات وكل حاجة عنه بس واحدة واحدة كده لنا ماشيين ايه واحدة واحدة فيها او بربع الـ Infrastructure as a Service بس انا فتقو صح؟ هو بتديك Infrastructure as a Service بس ممكن نقول اه إلى حد ما بدأت الحاجات كمان توقف زيادة موجودة فيه يعني هو بدأت خطى المرحلة دي كمان وبدأت حط سيناريوهات ان انت ترن حاجة زي OpenSHIFT على OpenStack فموضوع الـ Integrations اللي عمال يجري كل ايوم دولا خلها الـ OpenStack حرفيا بالنسبة لكلاود او التلكو بروفايدرز مثلا بقى يعتبر مفيش بديل عنه ايه لو جيت بصيت على السوليوشنز اللي جايه من الشركات التلكو التلكو كامبانيز اللي موجوده زي نوكيا زي اريكسون وغيرهم هتلاقيهم عباره بيرانوا عالك NFV والنففيز دول كلهم بيرانوا على اوبن ستاك والانتجريشنز اللي بيتم بدأ يتخطى المراحل دي انه يوفر لك بعض السيرفزز كمان مكادش موجودة قبل كده خلاص خليك كل حتة يعني خلي اجوبك على الحتة دي لما نوصل لها خلينا بس انظهرنا نركز على انا عايزة بلد الاوبن ستاك ده اول سؤال خلاص قبل اي حاجة انا عايزك بس تبدأ تتفهم شكل الاوبن ستاك ده ايه بس دي اول خطوة ماشي يعني عايز عندك السيناريو كده يكون في ذهنك هو شكله ايه وبعد ما تتصدم بشكله ايه هتحس ان لك طب انا ممكن اعمل اللي هو بيعمله ده مع فيرشو الماشينز عادية خالص زي هايبر في او زي ريف او زي الفي سفير مثلا ايه عم ده هتلاقي انا بقى هتلاقي ساعتها انت بتخبضني اسئلة تقولي ايه عم ده ايه صعوبة وجع الدماغ ده طب احنا ليه ما عملناش في سفير وشغلناه او ريف وشغلناه وتماما اول كده وزي الفول ساعتها بقى ابدأ ابدأ جاوبك ونبدأ ناسس ايه الشغل بتاعنا هو ليه الحتة دي او ليه ما كنتش اخد الحتة دي من التراديشنال فيرشولايزد انفيرومنت العادية فاضطريت ان انا روح لأوبن ستاك ماشي خلينا الاول كده نبدأ ناخد تصور عن الوبن ستاك هو شكله ايه بس خلينا نبيه التصور مبدئي شكله ايه العربية اللي هشتريها دي شكلها ايه تمام قبل ما اعرف مميزاتها وقبل ما اعرف هي ايه العربية دي غالية او بتطلع عناية وانا عشان اشغلها وعشان ابنيها اصلا من البداية ماشي كده فخليدي اول مرحلة ايه طيب قبل المشين بتاعتي بتعمل لها بلدة هين هنشغل الابي ادرس بتاعها دي الابي ادرس بتاعها عشرة تمانية مية وتسعة مدين اربعة وخمسين ومدين خمسة ومين تمام قبل المشين بتاعتي اه تعالى كده اول خطوك احملها يام هشوهاي اه هو يام في ريل ايت معتمل على دي الاف فسوى استخدقت يام سوى استخدقت دي الاف هو هيعتبره نفس الحاجة مش فارق معك في حاجة بالنسبة لك انت كادمن مش فارق في حاجة مش هيبقى دي بريكيتد زي في دورة مثلا في ريل ايت بعد كده؟ حتى هو دي بريكيتد بالنسبة لك انت هو يام بيزد على دي الاف اصلا فانت لما تقوله يام حرفيا فانت كأنك بتشغل دي الاف من غير ما تاخد بالك ده بالنسبة احنا شغلين يام فور اي تاني ممكن احطوه هنا مثلا حاجة زي w get مثلا curl get نعم tcp-dump ماشي دي الحاجات اولا ومالطولز اللي هنا نستخدره نعم دي الحاجات اولا ومالطولز اللي هنا نستخدره نعم ممكن مش عارف سكرين موجودة هنا او لا او tmax مثلا ممكن نستخدر tmax ماشي 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 هتلاقي فيه شوية تفاصيل ازاي تعمل الستول للباكستاج كده ماشي هنا هتطلق بالتفصيل محتاج تنستول الباكستاج انستولر ده على ريل تمانية ده على ريل تمانية ايوا احنا بس خلينا نكون واضحين انا قلتلك في البداية ان باكستاج حاليا مش هو الانستولر بتاع ردهات رسميا خلاص فما تتوقعش ان انت ممكن تلاقي كل حاجة ما شاكلها في الباكستاج او ردهات تستخدمها هو موجود هنا على الاردي او على الباكستاج ثاني يعني انت لو لقيته هنا بيقول لك اعمل on install package معينة او disable service معينة ده مش معادي ان الكلام تصبورت بايرت هات بالمناسبة ده كوميونيتي ريليز خليك فاكر الحكة ليدة ماشي؟ طيب حلو لما تيجي بقى تخبط في الـ director الـ director installation اللي هو عندك فكرة بقى الـ over cloud والـ under cloud وهو هتكلمك عليها يعني ممكن المرة الجاي جاني بقى مش اقل لا بلاش المرة الجاي هخبطك قطة كم ده فيها قوي يعني كمان كامساشن كده هقولك تعال بقى عم اما ده ده الطريقة اللي كان المفروض install بيه الـ open stack من البداية تمام؟ بس اما تبدأ تعرف على بعض واصدمك بمدى طول او العملية لانت في قد ايه و controlled environment اشكلها عمل ازاي هتقول قال لها طب المفروض كانوا رحنا كده من الاول تمام؟ فاللي احنا بنعمله ده حاليا ده حاجة يعني اجرب بيها بس ابلد التصور بتاعي انا عايز ابني تصور بس عن الـ open stack ده هيكون شكل ايه الـ product ده في الاخر ده اول قطوة عمله تمام؟ طيب كلام جميل فدي ده المفروض الخطوات اللي انا عاملها عندي طيب المفروض يعني المفروض قبل اعمل اي حاجة قبل اعمل ده اي حاجة تعال نتأكد من شوية حاجات انا معرفش هوا ليه مش حدثة هنا حاجة زي دي مثلا معرفش هي الموجودة ولا فم اي تي سي انفيرومنت مش موجودة فا احنا المفروض نحط دي علشان اللانجوودش تعالك كل شوية وورنينجس يقولك مش لقي اللانجوودش بتاعتك ولا عارف اجيبين اللانجوودش بتاعتك اللي موجودة ايه فبعدنا تعالك شوية الورنينجس دي كل شوية تطلع نخلص منها الحاجة التانية كمان تعال كده انا اخد دي ادرس بتاع الماكنة دي بما انها موجودة عندي دي ناس ودي مجرد تست انفيرومنت طبعا الكلام ده مفروض ما ينفعش في الحقيقه هاي ده تست انفيرومنت وانا عمال اركز وعيدلك وزيد فيها لان ما تروحش كده مع نفسك وتروح اعمل امستون ليها كده على برودكشن انفيرومنت خاطس يعني osp.example.com وسميها اسمها osp دي الخطوة التانية عشان بفق اي name resolution طيب عندي ايه كمان عندي a cd host name انا اصلا عملت set للhost name موقته الانسللاتين فامو الhost name بتاع�� اضعي الاسم الـ hostname xxx.yyy.zz هو برضو الـ local اعتقد بيتغير من local ctl يعني نفس الـ concept بتاع الـ hostname أو اي حاجة مع systemd هنفروض الـ hostname control دي الطريقة الـ official اللي تغير به على الـ hostname من phrillate ما هي حاجة مع systemd تحديدا هنفروض الـ hostname control نعمل كلاما كله ما كانوا كاتبين مفيش فيها أي مشاكل بس خليك فاكر اذا لسه مت شوية كنت لسه عامل الـ upgrade ده هل عملنا upgrade لـ kernel packages ولا لا هو ده السؤال غريبا محا اه بنبص على اي حاجة خاصة بالـ kernel فا احنا كده كويسين مميش عندنا أي مشكلة من داعنا ان احنا نكملها طيب كلام ده هذه الحاجة اتأكدنا منها المفروض اه انا عندي هنا يوم repo list انا عندي هنا الـ base os الـ upstream والـ base والـ extras طيب كات كده او بلاش كات etsy tu yeam.repose.d في عندي هنا شوية ات و لينكس ميديا طيب انا ممكن اعمل ايه هنا ممكن اجيه هنا اقول له enfconfig manager خلينا انبل ايه منهم هنا في عندي ال base os و عندي الاكستراس ممكن ايه باور طولز دي كمان بيكون فيها طولز حلو احنا اشغالين بيعمل احتاجها طيب خلينا اعمل لها ماشي young rebel list power tools enabled طيب كلام نميل طيب في عندنا الوقتي مشكلة لو احنا عملناها المفروض قبل ايه حاجة نعمل disable network manager عندي اهل دي مشكلة لو عملناها الوقتي نبقى disconnecting من network طيب خلينا نبدأ نجرب كده قبل اعمل اي حاجة system control disable firewall d system control stop firewall d تمام انا محتاج اعمل ال interface فايل قدام كده كده هنعمل disable network manager ما عرفش هو ليه مش جيء انا لسبب ما طيب كلام جميلي طيب اعملها وراستر بقى نعم اعملها وراستر وخلاص انا عملي الانترفيس هنا NNS ter NNS ter موجود الاسطلاته كويس هنالفيه عندي فايل اصلا وردي موجوده هوا الطيب بتاع اثرنت البروكسي مود لم براوزر اولي نو بوت بروتو نشيل بقى الكلام ده كله لعب كده كله نشيله بده ان هو دينش سي بيه خليه ستاتيك ديفولت راوت ياس او ديفولت راوت ياس ابي بي فور فيديار ابي بي سيكس انت ماشي ابي بي سيكس انت خلي هالي كدب نو وده برده هنبنو النام بتاع اي ان اس تلاته شيل الي و اي ده مش محتاجينه اه تعال هنا كده خلاص احنا تقريبا ده كده عملناه فانه بس احطوا ال اي بي ادرس بتاعته بنقوله كده اي بي ادرس ابي ادرس ابي ادرس ابي ادرس وبنشوف ال اي بي ادرس بتاعه دلوقتي محتاج كمان اقوله net mask محتاج كمان اقوله ال gateway ممكن اقوله كمان دي ناس واحد نعم ما احنا كده كده هنعمل دي سيبل نتورك مانجر فامش هتفرق معك في حاجة افتكر الهتة دي اه ماشي صح فانا افتر عملتلو دي سيبل موش على نتورك سيرفس خلاص مع السلام اه ماشي طيب كده كده نجيب البرامتر دي انا عندي هنا كده ifconfig ifconfig تعال انا اخد ال ip address ده ال int mask بتاعتي ال gateway كانت مش فاكر الله اي gateway اي اصلا round-n تعال اخد ال gateway دي كده ال dms اه ادي ان اس واحد واصلا كده 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 يزور dconf موجود فامشايف رفعه في حاجة يعني نتور بس انت كده يعتبر اه اه شبه كافي التالي ايه اللي احنا محتاجين طيب كلام جميل في حاجة بس ان انا ما عملت دي سيبل نتوك مانجر على ريل ريل ايت او سنتوس طبعية يعني هيفضل يطلع علي وورنينج وهييرفني في حياتي فانا ممكن اجي كده اقول له تختش كده هنا ايه الملف دا هنسميه دي سيبل دي بريكيشن وورنينج طيب ايه الملف اللي انا بعملو ده بص انترا انا لا يمكن دي سيبل نتوك مانجر على ريل ايت او من اول ريل ايت ولنطلع هيبدأ يطلع لك وورننج كل شوية اقول لك نتورك معلية جارد سيبول وانت بتستخدم نتورك سيرفوس اللي بقت لجا سي نتورك فانت بدلا ما كل شوية وورننج ده يطلع لك اخبطت في وشك باتتش توقع عرصنا يا عمي تمام كده؟ او ده بقى طلعها في الجيو اي او في السيل او في السيل اي 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 ام تيجي تعمل ريسارت للسيرفوس او تعمل اكتيفاشن او دي اكتيفاشن لأي انترفيس انا فيه عندي بس هنا فيه غلطة هنا بتالي فيه غلطة هنا صح؟ هي دي بريكيشن بديكاتها بازاي دي بريكي سي اي تي صح؟ ولا انا غلطة او؟ او Key A أو دي بي ري سي ات دي بريكيشن داش وورننج طيب تعالى نتوطش الملف ده كده خلاص طيب تعالى بقى الخبط اللي بعدها بدل ما انا واجع رأسي كده اعمل كونترول دى من هنا مش هننسيش همهدد ما تقفش معانا خلصنا ده المفروض الخطوة اللي بعدها الاول كده تعالى نشوف اصلا النيتورك سكريبت موجودة ولا لا ربي ام لاش كيو اي نتورك سكريبت مش موجودة طب كويس نعم نش نسيبه النيتورك ماناجر طيب تعالى كده نقوله اياهم انستول نتورك سكريبت ده كده ممتاز المفروض تعالى كده ناخد كابي من الملف ده اي دي سي ساس كونفيك نتورك سكريبت اي اف كونفيك داش اي ان اس تلاتة ده تعالى اخد باكب منه هنا في الروت هوم ديريكتوري بتاعته كده نبص ونسيبها اا يمكن ان تبقى عفوش انا اولا حاجة طيب الخطوة اللي بعدها المفروض المفروض ان انا ابدأ اقوله كده سيستم كونترول ستوب نتورك ماناجر سيستم كونترول دي سيبل للنيتورك ماناجر في عندي غلطة هنا طيب موجودة ماشي كده سيستم كونترول انيبل نتورك سيستم كونترول ريستارت نتورك او اي اف كونفيك كده الانترفيس زهر هوا تعالى كده بنج على yahoo.com طيب انا عمدي هنا في اللاب تعالى كده نبدأ لحالة الكنكت الاول هل ممكن اكنكت عن ماشين الظريفة دي شفت F12 كده تعالى كده اكنكت مرة تانية هل هقدر اكنكت ابي في فور خلاص ايه واة انا في عندي هنا مشكلة دلوقتي لو جيت اعمل بنج كده على اي حاجة public شايف المشكلة اللي ظاهرة عندي ان انا واخد اب برجن 6 بس اب برجن 6 ده موجود جوا اللابس شايف ده public اب بي 6 2001 او شايف لكنه مش loitable للانترنت فهيدرب في وشي خلاص طيب في الحالة زي دي انت المفروض الطبيعي ان احنا نعمل disable abv6 طيب لو انا حبيت اعمل disable abv6 اعمله ازاي والله ممكن نروح كده اي تي سي اه دي فولد grab هباسي بس الكرن البرامتر ده للgrab config تعال كده نروح للاخر وهاجه هنا كده هقوله انت عام abv6 انت ده disabled فقوله كده idv6.disable ده بوام يعني enabled بعد كده grab2-mkconfig-oetc لا المفروض grab انا مفتكر grab2-grab.cfg طيب خلصنا كده المفروض اعمل reboot وبعد ما اعمل reboot المفروض ارجع على اي ان ال grab بتعمل disable wirفين بذياب اعمل 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 الله حق المرة دي خلاص وخلصت منه الحمد لله مع السلام طيب في اللحظة دي انا ممكن اتسابه او او ممكن اعمل الكروز كده للسكرين دي او الريموت سكرين دي بقيتش محتاجها اصلا هي موجودة هنا ايان كويسة ماشي مكلفside طيب احنا محتاجين دلوقتي ان احنا انقنسطول open stack back stack تمام انا ممكن اجيه هنا كده اقول له تعالى اعمل install open stack الريبو بتاعته موجودة حلو السؤال ده تصدق احنا نسينا الخطوة دي الopen stack انا بيقول لك اعمل enable الريبو بتاع الopen stack هو السؤال دلوقتي الopen stack releases اللي موجودة ايه تعالى كده open stack releases ده اللي انتها محمد هما كنت تسأل فيه من كم يوم يعني ده release بتاعت الopen stack يعني الحاجة دي كده اخرتنا اسبوع عشان اقرر هنفشتغل على اي واحدة فيهم هل هنشتغل على train اللي هي الحالية اللي مريدها هتنستخدمها كopen stack 16.1 حالية ولا هنستخدم اللي بعدها او اللي بعدها او اللي قبلها ولا هنستخدم ايه بالظبط ماشي فالطبيعي ان احنا لما نيجي نستخدم دلوقتي اوه هنليجي نشتغل open stack انا هشغلك عليه تسترليز تمام وده ليه لان نفس السؤال ده لحق محمد ماهر سأله من كام يوم يوم الجمعة تقريبا اوه يوم السبت والاجابة واضحة جدا بصت كده كويس لو انا شغلتك على train train دي ال end of maintenance service بتاعها امتا اوه ايوه كام 21 اوه فايه الفائدة ان انا خليك تستخدم حاجة خلاص هتبقى يعني مع السلامة قريب جدا يعني تمام طيب ليه ما خليكاش تستخدم حاجة زي كده اني هتنتيه في 1842 وغالبا ال next expected release لل open stack هيكون عليها تمام فاني انا قد ديها لك النهاردة دي لو تستخدم فكتوريا فانت الطبيعي هتبقى انت عارف الحاجة اللي ابنسة هتشعل عليها لل 4-50 دي جايين على الاقل فما فيش اي فائدة خالص لانا نستخدم train دي لان train هتبقى خلاص هتبقى حاجة legacy قريب جدا يعني مع السلامة طيب لو انت رحت كده وبصيت على red hat وقلت red hat بتنهي support بتاع الحاجات دي امدى دعونا كده red hat open stack support او can life cycle support اه 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 لسه موجود من ساعة ما كنت باشرح الموضوع ده الحاجة محمد طيب طيب حاجة محمد فاكر اللي جاء بتاعت السؤال دوان كانت ايه ليه ليه نشتغل على ليه تسترليز فاكر ما كنت سألني احنا ليه ما نشتغل سيقوة بصوا بكل بساطة لو انت بسيت انزل تحت على life cycle بتاع السابورت بصوا كده كويس بصوا كده على الارقام اللي قدامك دية هي ليها السابسكريبشن لواحدها يعني مالاش داعي سبسكريبشن تتفعليها فلوس عشان دخوض support وهتنتهي امتى؟ يعني مع السبسكريبشن هتنتهيه في 15 ديسمبر 2021 طيب لو بصيت على 13 13 هي اصلا هتبقى بالرقام السابورت امتى؟ ها انتو في لايف خلاص عشرين واحد وعشرين ولو حبيت 27 يونيو اللي هو كمان كم شهر كمان ستة شهور رجل هم كان اقلم ستة شهور كمان خمس شهور تعليم خمس شهور طيب ولو حبيت تاخد لها Extended Life Cycle Support ELS Subscription ال ELS ده هينتهي على ٢٠٢٣ نهارة زرق يعني تخيل بالمناسبة الكوميدي في موضوع OpenStack ده ان انا اقدر اقول لك وانا مستريح انا على يقين تام ان ٢٠٪ من ال Customers اللي مشغالين OpenStack ما زالوا على OpenStack عشرة ثاني ثاني ٢٪٪ من الناس اللي مشغالين OpenStack ما زالوا على OpenStack عشرة وغالبيتهم العزمة دلوقتي بيعملوا Migration من عشرة لـ ١٣ دي يعني الـTarget بتاع الناس اللي تستخدموا خلال السنة اللي جاية دي لحد ٢٠٢٣ هيكون ١٣ وفيه Customers Already اصلا ميجريتت على ١٦ لكنهم قلالين جدا لو انت قرنتوهم بمين بل الموجودين على ١٣ دلوقتي او اللي بيحاول يعملوا ميجريت لـ ١٣ لأ خاص مش مش دي الإجابة يعني الإجابة بتاع السؤال دوا ان الـ Applications اللي شغالة الـ NFV Applications اللي شغالة على OpenStack ما زالت غالبيتها العزمة يئمة بتسببورت ١٠ يقم بتسببورت ١٣ اللي هتلاقي بي سببورت ١٦ ده عدد قليل جدا 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 يعني حاجة يعني اللي هتوذكر مقررنة بعشر بـ ١٣ فبالنسبة للـ Customers هو مش عايز سببورت من ردهاد بس هو عايز سببورت من ردهاد وعايز سببورت من الشركة اللي ميدللوا الـ Applications كمان صح؟ 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 هوا شخص اللي هو صح توقع الفرق ما بين الـ Release دي كلها دي يعني اولا الـ General Affiliability دي اول ما بتبقى الـ Public Release الـ Stable Release Public للناس ده التاريخ بتاعها تمام كده؟ تمام حال الـ Support بتاعها يندي امتا؟ خلي بالك مباني التاريخ ده ما بين الـ General Affiliability والـ Full Support ردهاد في خلال الفترة دي بتبدأ تستقبل ممكن بقى Request Enhancement Request Certification Request يقول لك أنا عايز الـ Hardware ده يكون Certified كل الكلام ده بقى في خلال الفترة دي اهو ده في خلال الفترة الـ Full Support الـ Full Support انتهى معناه ان انت كده مش يعني مش مفيش يعني مش مش معاك Support لا انت بازال معاك Support والـ Support ده بيكون عدداً بينتهي ها عند الايه؟ الـ Maintenance Support ده لاحز ان الـ Maintenance Support والـ End of Life هتلاقوش مع بعض جداً شايف؟ بص كويس كده طيب هو السؤال هو ايه الفرق بين الـ Full Support والـ Maintenance Support؟ الـ Full Support هنها بيجيلك Request Enhancement Request New Features اختراعات الكاستومار تبعدوا اخترعوا منك طلبات لكن في الـ Maintenance Support في البليوت دي اللي ما بين عشرين و عشرين و عشرين و عشرين في الحالة بتاعتك دي هنا لأ الموضوع بيكون Limit تعالى انت عاكستم هل طلبت كذا؟ لأ أنا ببدأ افوكس معاك على حاجة معينة مثلاً نباتش السيكوريتي نباتش الباكز اللي طلعت اللي ظهرت ومش كل الباكز كمان بتبدأ اتحط لها بريبريتز لان ساعتها بيكون 16 ده بتلاقي اصلاً وقتها 18 نزل مثلاً فاهم قصدي؟ يعني ممكن على نهاية السنة اللي احنا فيها دي على نهاية السنة اللي احنا فيها دي تلاقي 16 ده لا اختفى ده مع السلامة وتلاقي 17 نزل او 18 عقاً كاماً فببقى الموضوع Limit مش اي حد يطلب اي enhancement request ولا اي bug تطلع احلها لك مباشرة اخرى 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 يوم لا الكلام ده بيحصل في الفترة دي بعد كده موضوع support هنا ايه التغييرات اللي ممكن ده هتعملها لك بيكون Limit في الفترة دي ماشي كده؟ طيب الثيرد بارتي certification period اللي هو اكيد انت فاهم من موضوع certification ده صح؟ انا عملت application معين او عندي hardware معين وعايز اقول ان الhardware ده certified ان يرن على او ترنه على open stack تشغل open stack سوائي كان hardware فانت هترن open stack عليه او application فترن الapplication ده على open stack طيب الفترة دي حضرتك اللي هي فترة certification يعني بتبدأ قريبها تستقبل ال request من الفندور الثانيين عشان تقول ان الapplication ده certified انت فايد ال open stack او لا او الhardware ده certified ترنه على او ترن ال open stack عليه او لا وصلت؟ لحد الفترة اللي هو محددين علي لحد ثلاثين مايو واثنين 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 في فترة يعني بالنسبة ال open stack 16 طيب السؤال هنا ايه بقى موضوع ال extended life cycle ده اخ بكل بساطة انت حضرتك خليب عليك ال end of life ده كده شكرا full stop وانتهى الموضوع وقف تمام؟ يعني في الطبيعي انت ك customer لما تكونش قريبه subscription بتاخد ساب بورد في خلال الفترة دي طيب وانا افترض ان انت customer وجايب vendor اسمه X ال vendor اسمه X ده عمل لك application ال application بتاع ال vendor ده ما بقاش لسه certified انه يرن على next release اللي هو وقتها في 2024 ممكن يكون بقى 18 مثلا او 19 او 20 ما عارفش يكون كم وقتها لسه بالمستقبل ارمان؟ فهو اللي يكون نفترض نزل open stack 18 فرضا ماشي كده؟ طيب ال vendor ده لسه ما عملش certification لل application بتاعته انه هو يرن على 18 لسه فانتا ساعتها ممكن تروح لاتهات تقول لها والله اغصوا انا عارف كويس ان ال end of life بتاع ال product ده انتهت لكن انا ما زلت محتاج الساب بورد بتاعكو لان ال vendor التاني ده او انا بعمل migration لل revision اللي بعده تمام؟ فبتقالك خلاص حلوة جدا مفيش مشاكل انت عشان تاخد extended support بتدفع فلوسة على الكلام ده بتاخد ليه subscription اصلا منفصل وبيديك support limited time سنة مثلا بكتير قوي سنتين يعني يوم ما تطنطط وتبقى سنتين انت كده مية مية قوي وضحت؟ وضحت اوه هنعمل لها analysis ونقول اذا كنت انت certified بس عادي يقول لها تمام؟ يعني ردهات هي اللي بتبدله الموافقة الهاردوير او الحاجة المعيينة بتاعته دي certified انها ترن على على ردهات ردهات واضحة جدا انت عايز تبقى certified اتفضل عندك testis 1 2 3 4 تعملها ما فيش في خيار وفقوص يعني انت عندك مجموعة testis لازم تعملها عشان اقول او انت عندك شوية شروط كده ومعيين لازم تعملها بتروح فين بقى؟ انت ممكن تروح موضوع vendor support راح فين؟ كان في لنك كده ممكن ادورك عليه واجيبهولك لو انت عايز تكومينيكات مع ردهات مع التكنيكال تيم وتشوف الابليكيشن بتاعك ده عشان يبقى certified اي للمفروض تعمله هتلاقي الليستة كلها موجودة خلاص؟ لكن هي procedures واضحة جدا مفيش فيها اي اختراع تمام؟ طيب كلام جميل طبعا مش عايز اقولك ان في different يعني مش different بقى ده انا عايز اقولك ان في كمية خوازيق غير طبعية بتحصل في موضوع الـ Upgrades دي طيب الـ Architecture نفسها ممكن تلاقيها تغيرت يعني وموضوع يدحك ويخليك تقعد في نفس الوقت لان في حاجاتكم دي بتحصل عنك يعني مثلا الـ OpenStack 16 دي لا قبل OpenStack 16 كمان تعاكل لك حدوتك كده صريفة انت لما تيجي تعمل upgrade من اي release لأي release فالعملية دي مش كلمة مزعجة العملية دي سواد سواد يعني انت ممكن تفكر تريفيلد فروم سكراتش وتعمل migrate ويبقى عندك downtime احسن لك مئة مرة ان انت تعمل in place upgrade طيب ده ليه؟ لان الـ version بتاع الصفت ويهي الراف سعب تختلف وعملية الـ upgrade مش streamline upgrade وفيه 50 ألف component شغالين مع بعضه حوار طويل يعني قصة طويلة كده وإحنا شغالين في عملية الـ upgrade لو انت بس انا قلتلي على upgrade من 10 إلى 13 طيب طيب كلام جميل عشان تحل المشكلة دي في 16 بالمناسبة 16 ده سرت وفاهد ان هو يرن على rel8 خلاص لما اجل كده وريك الـ installation بتاع الـ director هتعرف ان 16 بقى بيسمح او بي support ان انت ت reinstall open stack components نفسها اللي شغالة عندك دي يا اما services عادية يعني application عادي خالص وتقوله systemctl restart الـ component اللي اسمه كذا او ممكن ترنها كcontainers تاني تاني مع open stack 16 خلاص او osp 16 اللي منتها انت ممكن ترن open stack services يا اما services عادية يا اما هترنها كcontainers تمام طيب استفدت اناي دي عم من الـ containers دي واجع الدماغ اللي انت عملت طلحونا ده والخوازيق بتاعتك بتاعت الـ containers كل شوية تعملها دي بسيطة جدا هي مش container موجودة صح الـ container دي عبره عن image صح كده ورينا غلطان طيب انا جيت اعمل upgrade الـ upgrade ده field خلاص روحوا عن الـ image اللي كانت تلسى اشغالها من شوية ما حصلش اي مشكلة ولا اي مصيبة موجودة الحمدلله كل تمام وزي الـ full ها وضحت طيب انا جيت اعملت upgrade والـ upgrade تمتم وزي الـ full وكل وزي الـ ما فيش اي مشاكل فيه خلاصت كله تمام الحمدلله خلاصت روح امسح الـ images الـ email موجودة عندك الـ image بتاع الـ application ده ما هي الا عباره عن ملف مضغوط مرمي على الـ disk عندك روح ازفه قلتها مع السابق وصلت طيب حلو جدا معنا كده اللي في المستقبل upgrade بتاع الـ open stack هتكون اسهل بكتير جدا من الوضع الحل الموجود هتكون اسهل بكتير بكتير من الوضع الحل الموجود الوضع الحالي عباره عن services والـ services دي شغاله على المكنه لما تيجي تعمل upgrade ممكن يحصل failure و application compatibility وكلام من ده لما تغلل الكلام ده كله ككونتينر الكونتينر ده اصلا جاي من الـ الكونتينر دي لما تيجي تشتغل بتبقى طالحة من read hat team نفسها وضمنين ان الـ applications او الـ binaries اللي موجودة مع الـ containers دي كلها هكون بتاهم مع بعضها فمفيش احتمالية للغلط مفيش احتمالية كله يقولك تفيه package كذا بتكون في الاجتماعات لا مفيش الكلام ده اونا قدت الـ container دي شغالتها على الـ host شكرا انتهت هي اصلا جاي بـ re-package تمام كده؟ طيب هيسمح لك ان base OS بتاعك مش هيفرق معك هل انت بترن على ريل 7 هل بترن على ريل 8 هل بترن على ريل 9 وانا فارق معك الكلام ده كله انا اللي همني الـ container اللي شغالة الـ virgin كان بتاعها بس شكرا انتهت قولي حاجة بقولك ما تبدأ الـ script-a-tatic restoration المتكلم في الكلام النظر دي شغالة ماشي حاضر مفيش مشكل شان هي شكلها بتطول صح؟ مش قوي يعني كده كده حطت السيرفر ده على SSD فالمفروض ما ياخد شوق طويل قوي زي ما انت فعنا مش ياخد 3 ساعات restoration 10 دقيق ربع ساعات كتير ان شاء الله طيب المفروض الخطوة اللي بعدها هـ enable الـ repo بتاعت الـ open stack وزي ما قلتلك انا هاخد الـ latest release هنا اللي عندي هنا اللي هو Victoria بالمناسبة اولا بي ده لسه اصلا منزلش يعني ده estimated 14-4-21 فلسه منزلش يعني هاخد الـ latest المتاح بالنسبة لي هنا اللي هو Victoria اشتغل عليها طيب اه ده Victoria هيا بالمناسبة انتو عارفين الاسماء بتاعت الـ open stack دي تيجي من ايه عارف الاسم ده بيجي من ايه ده اسم المدينة اللي بيتعمل فيها الـ conference اللي بيتم الاعلام فيها on release ده وصلت؟ يعني ممكن لقى منصورة السنة الجاية يعني لو اتعمل conference في المنصورة السنة الجاية او اتعمل في الدلجامون عند محمد ماهر مثلا ممكن تلاقي release the open stack مدة الجامون مثلا نايفش مشكل لا بزيج ده يا معلم معلش قول انت عندك community version اللي هي بتاعت الـ RDO تمام؟ ايوان؟ اللي احنا بنعملها الـ store دي باتي بالزبط وعندك واحدة تانية بتاعت Red Hat تمام؟ Red Hat بتجيبني على طوعها هي يعني 16 بتاعت Red Hat ببنية على 18 بتاعت Red Hat ببنية على 16 بتاعت Red Hat اللي هي ببنية على 14 مثلا وماركزة ولا بتاخد الـ community بتاعت الـ community وتقفضيط عليها تعالك على الحتة دي كده ثانية واحدة بص كده انت عايز تعرف انت اي release فيه مشغال عليه الاول بص كده بص يعني بص كده الـ releases الموجودة عد كده اده اول release واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تبانية تسعة عشر اعتاشر 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 تلاتاشر ربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر هايف؟ الـ releases اللي عندك هيب صح؟ تمام؟ حلو جدا الاول كانت Red Hat stick دي قوي ان ده ده release اللي عندك يبقى انت بتشوف بتماتش الرقم ده مع ايه؟ مع الـ release بتاع الـ open stack نفسه وصلت؟ تمام تمام لكن دلوقتي لا اللي دلوقتي اللي انا شفته اللي هو open stack تعال كده ده releases بالمناسبة الـ release بتاع الـ open stack دي اللهم صلى على النابي كانت ايه؟ قبل اي حاجة انتوا عارفين الـ open stack ده كان project اصلا اتعمل عن طريق الـ break space من البداية؟ وبعد كده دخلت ناسها في الموضوع وبعد كده وكان معمول مكتوب روبي في البداية وبعد كده تتعدل وتعملوا بابلش كـ open source هات فيكو عارف الموضوع ده القصة دي؟ ايه؟ 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 كان project الـ project ده اللي كان عامله الناس بتوع راك سبيس وبعد كده غير راك سبيس كمان دخلت ناسها في الموضوع والموضوع كبر اوي وبعد كده دخلت read heart كمان وتعمل open stack foundation ولقيت بقى اس اسكو ودخلته اتش بي وجوجل بص هتلاقي كمية زور بيع شركات شغالين فيه خلاص؟ ده لو شفت الـ history بتاعه؟ طب علشه مع المدرودة دي الشركات بتـ 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 سانية واحدة بس ارجع مرة تانية كده؟ هي releases بتاعت الإليسيس اللي موجودة دي معشي؟ الـ releases دي أه مين اللي بيقاملة الـ develop أصلا؟ أه اعتقد الفندورس والناس اللي هي بتـ الـ community الكميونيتي مفيش فاندور بي بي يقولك ده اللي انا عملته مفيش حد يستخدمه غيري لا هو تسميي الكميونيتي بكل بساطة الكميونيتي ده ممكن يكون اشخاص ممكن يكون مؤسسات زي شركات زي ريد هاد و اتش بي و جوجل ممكن تتلاقي ما يكنو صفتة نفسها بتديفلوب فيه عادي جدا مفيش اي مشاكل سيسكو و ديل و فيه موير كل الناس دول بيديفلوب فيه ماشي كده؟ طيب تمام الكميونيتي كله بيجي كده و يتفع و يقولك بس فيه open stack foundation اصلا اللي هي وظفتها في الحياة ان هم يطلعوا يقولك احنا هنسابورت كذا او هندبريكيت كذا ماشي؟ ده كل وظفتهم في الدنيا مزكورة عندك هاي خلاص؟ طيب بناء على القرارات اللي open stack foundation ديت تاخدها زي مثلا احنا اخوانا هنطلع او هنستبدل سيرفس هنستبدل النتورك سيرفس بنتورك سيرفس جديدة مثلا انا بديك ضمي اجزامبل زيارة ماشي كده؟ فالناس كلها تتفق على الموضوع ده بعد كده بتلاقي الناس اللي شغالين من الكميونيتي زي الفيندورز بقى سواء ردهاد او اتش بي او غيرهم بيروحوا يشوفوا رليزز دولهم ياخدوها يقوضوها كده على حسم احتياجاتهم يعدلوها على حسم احتياجاتهم وبعد كده يبدأ ايه رليز ايه؟ ها البروتكت بتاعه بس ادي كل الحدودة الاكتر والاقل يعني الفيندور بياخد من هنا ويبنى حاجته صح كده؟ بالظبط نفس الفكرة نفس الفكرة عارف انت كرنل .org ايه ده انا كدب الكرنل .org ده ميه اللي بيدفلوب في الكرنل نفسه؟ ما هو الكميونيتي صح؟ وفيه كده زي طبعا الموضوع ده المعلم لينوس مسيطر عليه هو قوتين بتاعه بس ما زال فيه كوميونيتي كده والأبستريم كوميونيتي ده بيقولك احنا هنصرتفع او تنش هنصرتفاي احنا هنأبروف ان الباتش ده يتحط مع الكرنل مع الأبستريم كرنل اللي موجود ده تمام؟ او الباتش بتاعك ده مش أبروف ده بالنسبة لي خلاص؟ بعد كده بيجي الكرنل ده الستيبل كرنل زعتدم بيجي الشركات تروحوا اخداء كده اذا ما هو كده خطفاء وتروح مع الوظهر على حسب احتياجاتها فيه مثلا تيجي شركة زيارت هات او زي او زي لينوفو او اي ان كان اي ان كان بقى الشركة التعدل في ده تروحوا اخداءه وتقول له تعال اعمل حك تعال اعمل كرنل انت ده انا هشيل منك السببورد بتاع الدرايفر زي اسمهم كذا وكذا وكذا دول انا مش محتاجهم انا عارف ان انا عمري بقى استخدمهم وهضيف سببورد الكذا وكذا او اصلا مش موجود ممكن يكون اصلا الباتش اللي محطوط ده او الدرايفر ده مش موجود في الابستريم كميونيتي بس الشركة اللي انت بتواخد منها الكيرنل بتاعك ده او انت اخد منها الاو اس بتاعك ده بتديك سببورد عليه وصلت نفس الفكرة اللي بتتطبق هنا باكستاك ده ملوش سببورد ولا ده سببورد نعم باكستاك ده ملوش سببورد صح باكستاك ده كوميونيتي صح فانت لما تحب تروح تاخد اي هرا لهم يا اخوه ان انا اعاني مشكلة في الحدوانية وحد تساعدني هتلاقي بقى وحد ددا اتفاق والشركة كان في dispositق او واحدة من الفندار اللي شغالها في ال확ال او uncovered عندها معدرش هيا هيا ساعة لا اعرف الصوت دخل في بعضهم قوله ايه قولك غير الفي كلاود دياريكتور يعني شجالة انه عندها دين سيليوشن لا عشان ما اكون شبافتي معاك انا مش عارف الفي كلاود دياريكتور بيعمل ايه بالتفصيل المملي فمعضر شجابك على سؤال زيادة بس اللي انا متأكد منه نجي موير عندها الابن ستاك سيليوشن بتاع الخاص بي طب ايام شو بصم باكه كل شركة او كل فيندور عنده الابن ستاك الخاص بيان ريد هات طب انت عندك طب انت عندك لينكس ده بتلاقي في منه ريل وفي ابونتو وفي دين بيعم صح؟ صحيح وانت كاكاستمر لو تروح تختار انا هشغل ايه عندي صح ولا انا الضب يعني احنا كده ممكن نعتبر ان انجح فيندور المطلقة وميرشيا لصبورت الابن ستاك هي ريد هات مثلا او هو الاشهر ما بينهم يعني؟ هو مش موضوعه اشهر هو فعلا هو الانجح لان ريد هات يعني مثلا او اكبر 500 تيليكوز تقريبا كلهم بلا استثناء مشغالين ريد هات اوبن ستاك خلاص؟ فانا انت تتكلم على مين الانجح فيهم من ناحية موضوع التيليكو بروفايدرز او طوب 500 اللي مشغالين اوبن ستاك في العالم كلهم مشغالين ريد هات اوبن ستاك بالضبط كده عامل زي الفرق انت همشغل سوبر كومبيوترز السوبر كومبيوترز لو جيت وشبست عليهم ايه اكبر مية شوف كام واحد فيهم شغال نيكس والباقي شغالين كام هتلاقي غليبترون عظمة شغالين نيكس صح؟ صحيح نفس الفكرة بسطة هتلاقي كل غالبئة العظمة من الناس اللي مشغالين اوبن ستاك شغالين ريد هات اوبن ستاك طيب سؤال يا معال الباب اللي بوجة لازرة كنت ريد هات مثلا لو جيت هات دلوقتي تان ايه؟ لو جيت هات عشرة و جيت هات تطلع مثلا ب13 افتراك الاحسن لها ان تقضيط الدونية بتاعتها من 10 إلى 13 ولا تاخد الكميونيوت الستاندرد وتقضيط عليها؟ لا انت في الاخر كاستمر ثاني اوح ثاني اوح انت دلوقتي كاستمر تتكلم على كاستمر انت كشخص ولا بتتكلم على مؤسسة؟ هتكلم كنيد هات ما هو انت في عندك اوبغريد باث موجود في اوبغريد باث واضح هل من 10 إلى 13 ستاكورتد ولا لا ده سؤال وفي عندك هل من 13 إلى 16 ستاكورتد ولا لا ونقل الابغريد ده هل بتبغريد انت بائز او اس من الريل سفن ريل ايت ولا لا واضحت؟ مازح انت بتتكلم على ايه؟ الاوبن ستاك نفسه كأوبن ستاك ما هو انت لما تقضيط اوبغريد الاوبن ستاك نفسه فيه حاجات اتناها بتعملها اوبغريد معاية يعني الاوبن ستاك ده في الاول 10 و13 حالات خاصه لانه ما كانش فيه كونتينرز لكن من اول 16 لو انت بترني كاكونتينرز انت بصل بكل بساطة الناس بيحاولوا ان ان هو يعمل ier decoupling من الاوس بيعمل ديقابل من الاوس انا مش اصد على فكرة انستور لانه هو سوفتوير انستور انا بتكلم علي اوبغريد كمان مش انستور باتكلم علي اوبغريد مش اوبغريد لانستور لسوفتوير انا بتكلم لو لديها اتحد مثلا تقلق دوليات اتنى 16 عايز اتطلع على 9 قارت الافضل لها انها تاخد الكميونيج ستاندرد ده ستاشر وتأمجريدها وتأمجريدها وتستغل عليها لشغلها هي ولا تقول لك امجريد ستاشر بداعها هي لا ما هي اصلا ردها كده كاعد تاخد من الابستريم كونيدي كل مرة يعني هي مش خدت ستاشر وخلاص بتكمل مع ستاشر مع نفسها لا هي التاتشك بالكميونيتي بالظبط في كل زي الكيرنل تقرج بالظبط كيرنل تقرج ده هو الينكس كيرنل ده لما ردها تقول لك ان الوقتي مع ريل 7 مثلا انا هستخدم كيرنل 3-13 مش عارف كام ومع ريل 8 هستخدم اربعة مش عارف كام صح؟ تعال كده شوف عندي على ريل 8 اربعة 18 مش عارف كام صح؟ هل اربعة 18 ده جاي من الابستريم كوميونيتي؟ من الابستريم كوميونيتي بكل بساطة ده سؤال واضح واجاب واضح مفيش فاق اي خلاق طيب ريت هارد بتروح تقامل ايه؟ بتروح ترزعك بقى شوات باتشاتي انا كده في الاول تتشين فيه حاجات عارفة ان هي بتصبب في باج لما ترنها على هاردوير معين والهاردوير ده مفروض يكون سنتفايت يعني مثلا الكيرنل او درايفر ده لما ترنه على سيرفر اسمه HP اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ دي 1380 جنتم مثلا بيفيل او بيحصل له كراش عند حاجة معينة عند ايفنت معينة فيروح عمليه انه باتشو والباتش ده يكون ريليز ده لما ترن الريل الريليز بتاع الريل ده على هاردوير ده بالذات وصلت؟ ده هتعارفة ان الكاستومرز بتاعها بيرنه F-C بروتوكول على السيرفرات دي فتروح ده هيفالك لل F-C بروتوكول سابورت ممكن يكون ال F-C درايفر ده مش موجود في الابسترين كوميونيتي لكن ما زال البيز بتاعك هو مين؟ ها؟ هو الابسترين كوميونيتي كرنل اللي طالع الريليز لكن انت التعديل بتاعك فين همعلم؟ في اللعبة ده اتا دي وصلت؟ وصلت تماما نفس الفكرة بالظبط ما اتطبع على open stack فيش اي اختلاف طيب نرجع فين ينسي دي نرجع انا نسي ده اخب خطط كنا عملنا ايه؟ كنا عملنا انستول للحاج بزعبولة دول صح كده؟ الريبو طيب احنا كده عملنا انستول الريبو طيب جيت اقوله كده يعمل الريبو لست انستول الريبو بس بس شوف بافني؟، شوية حاجات قدي ايه؟ باف شوية حاجات حلوين يعني اوه؟ نعم عشان الانتغيشاند؟ ده الحاجات اللي انت محتاجها عشان تغلل ال open stack طيب تعال اول كده هنشوف يوم قضيت هل في حاجة من الريبوز الجديدة دي هتسمحي ان انا قضيت اي باكتج عندي تعال نشوف اه شايف الريبوز اللي عندك دي لقت فيه باكتجز احدث من اللي موجودة عندك حاليا فتعال انا ملليها نستول خلصت كده الخطوة دي الخطوة اللي بعدها المفروض هكون نستول ايه الopen stack back stack تعال كده براجع برضو الدكومنت الزريفة دي اه update بعد كده install open stack back stack اه شكرا كده طيب كرام جميل تعالك كده عايز كنفج عندي ده الابي ادرس بتاعنا ماشي طيب بتاع كده نشوف ال backstack version بتاعتنا backstack-version انا عندي ال backstack الموجود حاليا هو backstack 17 شايفينه طيب كلام جميل المفروض بعد كده الخطوة اللي بعدها انا نبدأ نعمل ال backstack-version انا ادرس بتاعنا صح فيه بقى طيب تعالك كده انا ممكن مافيش ويبي و اي ليه مثلا زي redhead version ما ده اللي انا عايزين نعملو دلوقتي انا عايز اديك التصور بتاع ال openstack ده قبل ما اتكلم على اي حاجة فيه صح؟ صح؟ فانا عايز اعملو دلوقتي الاول اوريولك بس ماشي طيب تعالك كده انا ممكن اخد شوية options من الحتة اللي موجودة هنا تعالك كده انا عايز افتكر بس ايه ال options اللي كنتم ممكن اخده لانا ما عملتش install backstack ده من عمره مشكلان فيه كمية options ما شاء الله يعني ربنا ادينا صحة فيه طيب خلينا افتكر اجيها من نت و خلاص عشان ما ندورشي نعم اجيها من نت عشان ننجل اجيب الحاجات اللي هي common و خلاص لا احنا ممكن نعمل answer file اصلا نجرب فيه يعني تعالك كده و افتكر هنا خلنا اكون اكتر من التاني حلو اه اتعمل ايه هنا كده اعمل version و اجيب ال help بتاعي ااخد الكلام ده كده على اللاس هنا حلو تعال انا كده اديك ال backstack ممكن اقول له كده backstack لو احنا محتاجين مع ال backstack المفرد اقول له generate answer file هنا هقول له generate answer file ممكن اقول له answer file ممكن اقول له answer file بتاعك ده هتحطه فين عندنا على ال disk ده ممكن اقول له كده الوقت سموه لي answers.txt ممكن عندي هنا ممكن عندي هنا ممكن عندي هنا خليك ندور على ال options راح محتاجينها host neutron كان host neutron e ممكن ان اخد options كده ده عشان نتورك خدنا نستخدم دي ممكن ان اختار ده عندي اوبن في سويتش وعندي وضع لي اونك سبرتش اذهب ان اختار اي ميلان رينج وعندي اس نترون ملتو تايب درايفرز عندي هنا لوكان وفلات 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 نتورك كمان ودي كمان ممكن استخدمها هنا ملتو قgle نبوت واحد نبوت اللي عايز كمان استسران الاس الاس keystone admin password ممكن احطها نخلي هالسيمبل باسورد تخلص في سميع لدهات نحتاج كمان احدد نوع ال virtualization بتاع ايه نستخدم kbm مش محتاج اي دمو اجرد كل حاجة بيدي نستخدم تحضير نرغ نكتر سندر تحتاج الوظيف نعم وصفة hiddenStore لا.. هشو محتاجها بردو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بتاعتك. انا عايزك او اس هنا اوبن ستاك. تمام? ما نتخطش من الاسمه ده. النيوترون ده النيتورك بتاعتك دينا انت نتورك بتاعتك. نوع بتاعتك اللي هتعاد بي اكس لان. النيوترون لليار تو ايجنت في اوبن في سويتش. التيب درايفرز في اكس لان وفلات. ممكن نصبورت هنا شوال حاجة كده حيبين يعني. الفي اكس لان دي ناس بحاولوا الناس بحاولوا كل موjonد كل البروتوكولز اللي موجودة زي الじ أريي هورو ويوجد ويستبدلوها بحاجة اسمها جنيف كبروتوكول مؤحد للناس كلها بس ما زال الموضوطة لا هخشapo جنيف ده هيموت كل البروتوكولز existem هذه ا이고كل البروتوكولز الياديم الانوفا لبورد فيرشواليزيشن طيب بتاعنا كيفي انا البروفيشن ديمو ده عشان يحط تست كده او بيقول ده يلانش كده او يعمل لك فلايفورز يعمل لك فلايفورز يعمل لك فيرشوال ماشين تجرب تشوفها شغالة قدامة تجرب فيها بيحط لك شوية حاجات كده كده انها system up and running بكل بساطة لا فانا مش عايز اعمل الكلام ده ايوها الهيت انستول لقا مش محتاجين الاقس هيت ده خالص السندر volumes creation لقا الاقس سوفت ستوريج 10 جيجا ده كفاية جدا ده عشان اوبجيكت ستوريج بتاعك تمام؟ سوفت ده الاوبجيكت ستوريج لانستخدم طيب انا ممكن اجينا كده قبل ما اعمل اي حاجة كده فانا ممكن افتح تمكس ده قبل ما افتح تمكس تعال انا اخد الكماند ده كده كبي وممكن افتح تمكس اشان عشان لو حاجة فاصلة او انت عملها معايزة كل مرة ماشي ده كده الكوماند بتاعي بمجرد ما ران الكوماند بتاعي ده قليل انك يجب ان انتظار فايل مصو grep قليل ما رانك اسفته بانك اسفاحه موجه اللي هو سوفت الاول ما رانك اسفاحه اه المفروض احطله الانستوريج بالحاجم اده اكده تمام؟ طيب، فكل انا عمله ده الوقت انه هو عمل الانصر فايل اديده فيه الاخصار اللي انا محتاجه ادده فيه الافخصى تتوريج الانصر فايل ده انا ممكن افتحه دلوقت ممكن افتحه دلوقت وابصه على بيه كده الانسر فاين بتاعي ده ها بيقولك انت هناخد ال ssh key بتاعك من المكان ده في حط لك بقى شوية الحاجات الباقية ال defaults بتاعتها هينستول مريا دي بي اكيد glans طالما ما تتلوش اي option داني فهو هياخد default values طب default values بياخدها منين بصوا كده على اي option عندك هنا هتلاقي بيقولك ممكن تستخدم كذا او كذا او كذا وفه ايضا ما حطتش ال option ده هستخدم ال default بتاعي كذا ممزا لطلاب طمام يعني لو انت مجبتلوش سيري ال option ده هيرح ياخد default value دويع من لقى in store واضحك؟ طيب كلام جميز. عايز تقارف؟ هتلاقي الملف ده محطوط فيه كل حاجة عندك. لو انت عايز تجي على اي واحدة فيهم وتقول له انا عايز اعمل لها استولى. عايز تؤوفر اسدي الكلام ده? اه يا عم انا اه اه احعمل لها استولى. بدأ مني ولا عادي مش هادرب مني اه دعم. بدأ مني بايدي عادي مني واته. اه ممكن بايدي بايدي اه بايدي ادراك مني ولا عادي مش نقل مشكلة في كده. اهو. شايف? هو رخت شاف الـ IP Address بتاع الوصط اللي انت عليه ورح حطه في الملف دا كمان من غير جديدك في اي حاجة من غير ما تقوله فيه IP Address ولا في اي حاجة عديها وصلت؟ شايف؟ انا قلت له استخدم KVM صح؟ رح رايح الـ LVMWARE BACK END الاك نو مش محتاجة هتلاقي في عندك option زينا على هو انت عايز تكوننكت على في سنتر عشان يعمل واتو سكيلين كمان محطوطة الـ value بتاعيتها بنال ما فيش فيها حاجة أصلا فاضية فاحنا مش مستخدمينه خلاص شايف؟ عايز تكوننكت مع ستالايت عايز تقليبو الـ Subscription Manager هنا عشان تكوننكت معارض هاته Subscriptions او معارض هاته ستالايت existing قريه عندك ولا لا؟ كل الكلام دا موجوده بالتفصيل الـ ssl certificate بدعتك عايز تعدل فيها حاجة؟ ها اسم الـ subject في ال ssl certificate كذا الـ email كذا عايز تعدل الكلام دا كله عدله ومش اي مشاكل عندك ماشي؟ انا بريك بس اللي بيحصل ومبدأي generate random password للـ service بتاعتك دا الـ default user admin اهو والـ keystone password ديمو password بتاعتك كذا والـ token بتاعتك هيستخدم Furnet تقريبا هيستخدم Furnet بس بكل بساطة اختصار شديد ان انا عملته ان انا عملت الـ answer file لما يجي يعمل الـ answer file هقول له خد يعمل الـ answer file دا فيه الـ options اللي انا اخترتها تمام كده؟ انتر اكتب يعني بدل ما اكتب برانتر برانتر بدل ما تقعد كل شوية دي تعمل الـ install هو بقى يجيب من نماغه او يطلع لك يسألك لا انا بعمل الـ answer file اخد الـ answer file اهو بتاعك انا اخترت الـ options دي ومشي على الـ options دي وتتعمل الـ install وما تقعدش توجه عماسي كل شوية بس ايلي كل حدوث لو كتبت باكستاك ودوست انت رحل يسألني على معظم الحاجات دي صح؟ ايوه طب لو انت عايز تريع عرزك خالص وتقول له install كل حاجة رغم ان كل حاجة دي حاجة كبيرة جدا يعني انت عمرك ما تستخدم كل حاجة يعني الـ components بتاع الـ back stack مش بتاع الـ open stack كتيرة جدا يعني انت هتنتقر بالاخر يعني عمرك ما تستخدمها كلها ماشي؟ ما شوفتش حد باستخدمها كل حد ان اه دي حاجات كتيرة جدا موجودة عدوا فوق الحاجة واربعين service تقريبا حاجة وثلاثين service دلوقتي ممكن تقول له كده back stack all-in-one وراي حاصق بس لكن طبعا انا مش بحتاجك عام ده كله في حاجات عملت له قلت له لأ ما تعملهاش وصلت؟ طيب كلام جنيل طبعا لو عملت كده اقول له بقى تعال ممكن اقول له كده back stack dash dash answer file ده موجودي عام في slash root وكان اسمه answers dot text خلاص؟ ممكن كمان اكون خشين قوي معي يعني يمكن اجي هنا كده لان الinstallation بتاعي انا معرفش بالمناسبة في اي وقت هو بعمل install لو لا حاجة مش قبل اقول هايجيبها لك يعني انا عندي هنا كنت اقيله رفضكت لو فتفكر الملف ده انا كنت فاتحه لسه من شوية ارجع كده قلت له خد ال ssh key من هنا صح؟ هل انا عملت ssh key عمك انا دي لسه؟ لأ هيروح رايق عمل generate ال ssh key عندك يعني بص كده ls dot dot ssh موجود يعني حظك يعني المهم من الفكرة ان لو انت بتاعمل install لا بكتج مش موجودة هيروح اعمل لها دم load واعمل لها install لا ال ssh key مش موجود هيروح اعمل له generate تفهم قصدي؟ وضحت؟ تمام تمام طيب اه تعال لكده back stack انت اول خطوة ده تعملت generation lancer file اتاني خطوة هتستحب install using lancer file انت اعملت ايوة اه تعال مرجع انا كده عندي ممكن برضه اكون اجريسف كده ما اقول له خدي عم ال time out لما انا عارف ان ال environment بتاعتي ايه مش ال reliable اوي ممكن تقعد شوية كده في ال registration بتاعتي ممكن اقول له كده dash t t capital small t small ممكن اقول له time out بتاعك عم كام خلينا كده عندنا 60 ثانية 60 في 10 او 600 صح؟ 600 يعني الساعة فيها كام الساعة فيها كام 6000 ثانية لا الساعة 3600 اه خلينا كده كده تكالكوليت والي بتاعي 3600 ايه خليناها 30 دقيقة عملا خلاص ما عانش بحفظ يعني انتهت 30 دقيقة دقيقة فيها 60 ثانية 1800 طيب لو قلت له 60 في 60 7000 ومتين بقين صح؟ 3600 7000 ومتين دقيقة واسعتين تقريب صح؟ 3000 ماشي ممكن اقول له خد time out value 3600 عشان ايه؟ لو انت عارفت الفانومنت بتاعتك طبعا لو انت عمل الفانومنت بتاعتك بطيقة شوية حط على ديسك الساعة عادية بتاعت العصور الحجرية لسه ومفيش عندك الاس اس دي ولا ان في ام اي خاص اه زود time out value دي ماشي كده؟ طبعا لو انا عملت run للكلام ده دلوقتي هصدمك وهقولك ووديك في قشك وقولك الكلام ده غالبا هيفيل تاني لو انا جيت عملت كده الكلام ده غالبا هيفيل وهيفرعة في قشك وقولك استنى عندك خد تعالى وروح رزقك بالقلم على وشك ويقولك في عندي حاجة رقصة هنا موجودة في حاجة مش مصبوطة هنا موجودة تمام؟ استنى كده اتفرج بالمناسبة الانستولر ده بيستخدم الببط عشان يوتوميت كل حاجة تمام كده؟ فلو فيل عندك دلوقتي مش معناها هترمي الاس كله وتروح تانستولم الاوله جديد لأ ممكن نكمل الانستوليشن في اي وقت شايف؟ بيقولك هنا إذا سندر سيرفر هايزا سندر فوليوم بيقولك فيه فوليوم جروب مقصة بكل بساطة طب تعالى كده نبص على الوقز هنا تعالى نروح للاخر كده بيقولك كده إذا سندر سيرفر شوت كونتينة فوليوم جروب مش موجود طيب عشان رحل المشكلة دي تعالى كده 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 هنا الفكرة هنا ما تتخطش ويحصل لك حالة زعر لو ايه؟ لو الانستولر فايل ده وقالك فيه حاجة نقصة مفيش فيه مشكلة عادي عام ايه اللي حصل تعالى كده تضيف ديسك جديد اعمل ديسك ده يعمل وليكن 200 جيجا مسلا او حتى 100 جيجا مش فرق معي اوه هاي فقاة جدا من 100 جيجا هارميه على ال SSD عمدي وده يعملو thin provision ده مش بريق located اكيد وخلصت كده اوكي المفروض ياخد ديئة تقريبا عشان يكريت الديسك كده ممكن اقل كمال ووتوماتيك هعملو attach في الماكنة دي خلص كده خلصنا لو جيت اقولو كده lsblock عندي sdb اضافة هوا ان اللي هو مساحته من جيجا عندنا طيب طعلا كده اقولو pvcreate slash devsdb اه اااااااااااا عندي cd كان اييه كان ctrl b انت مش هتعملو disk يا معاكم لأول يعي مش هتعملوsdb ورتشان ناوي هستخدمو كدسك؟ نعم هستخدمو كدسك مش كبرتشان؟ هستخدموه كدسك مش كبرتشان هاستخدمو كدسك مش كبرتشان هنيعامل volume group واضيبه هو يظبط نفسه مع نفسه انا اتكلم انك ما عادش بارتشان انجل اس دي بي اشتغلت بها وطول. لأ مش عامل بارتشانز ولا حاج خدت الاس دي بي على دول هعمل فاكر يا حاج اه تعالى كده مرة تانية. انت انسيت انت صح? لأ? لأ. اما لما جيت عملتها جيتها رامنا لي بالصغر هنا. ايه اللي حصل معاه? طالع ايه اللي قال لي فيه فيه عندك حاجة لقصة هنا صح? ايه اللي كان ناقص? اللي كان ناقص كان الفوليوم جروب. او عادي ما فيش مشاكل. ايه المشكلة? اهو بيقول لك انت فيه عندك هنا فوليوم جروب اسمه سندر فوليومز دا ناقص. اهو. تمام? فانا ممكنك كده اقول له فيجي كريات. اه سندر فوليومز دا. وده يتكريت من ديف كان الديف اسمه ايه? اس دي بي. صح? وانا انا قلطان. اس دي بي بقى صح? صح? اهو. اه. اه. الفوليوم جروب اتعمل اسمه سندر فوليومز دا. تعالك كده نرن السور المرة تانية. المفروض المرة دي يلاقي الفوليوم جروب موجود فيعدي الخطوة دا. المفروض. اه. عد الخطوة دي المرة دي وبدأ ايه? يرن يكمل الرننج بتاع اسمه ايه? الستيبس بتاعته اللي موجودة في البابلت اللي عنك. طيب. هيقعد قد ايه? والله الموضوط دا كله معتمد على سرعة المكناة اللي موجودة عنك. لو المكناة بتاعتك سريعة والدسك بالزات سريع فانت انستولر بتاعك يخلص في سواني. لو الانستولر او لو الديسك بطيء شوية او شويتين فانت ربنا يديك الصحة. غالبا غالبا السيرفز مش هتاخد ريسورس كبيرة جدا. يعني لو جيت هنا وقلت له تعالك كده. طعلا نجرب كده. يام ده شوية. انستول. اتش طوب. انستول في عندي ايه اللي نقصة هنا. اه مش موجود لان محتاج الابل ريبوس طيب. اه ممكن استخدم طوب عايقية على طوب. انا ممكن استخدم طوب بس كنت عايز اوريك الموضوع. طيب طوب. هنجيب تماما. اه ممكن حاجة تدوس على رقم واحد في الكيبورد. بس كده كفاء جدا. مش محتاج حاجة. انا كنت عايز اوريك الموضوع بألواني يعني شوية تبقى شايفة الدمج. طيب انا شكلها غيبي جدا. طبعا لا 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 رقم تي في الكيبورد هيجب بروغرس بار على على سيديو. اه تي في الكيبورد لأ انا مكنش قاضي على كده. اه مش ده اللي هميني. اللي هميني انه لقل كنت واريكه الكلام ده في شكل ملاونة خانتشوفه ادعك بس. اتش طوب الانترافيز متاعه الصراحه احسن بطوب كتير. معلين. اه. 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 اعلم. ناقفلتش ايوه ما اقفلش الاسي جينيوكس ما بقولك شو سجر بيعاني يعني صح؟ والله تعال انجرب لو حاجة حصلتها هنرنني اسوها مرة تانية اشتاش حوانت المفروض تكون واخد بالك من اللي احنا عملناها تماما لان حضراتك هتعمله وعشان بعد كده ما يكون فيه اكسرسايز تعمله في البيت يعني انا ما اقولك بكرة المفروض تعملي ابروض الامج كذا وتعملي فيها كذا هتعمله فدي مشكلتها هده ومشكلتها كمان يعني بكرا اول بكرة تبقى مشكلتك انت عامل اسو بيكس بتاع المكنا دي كاما انا عامل اسو بيكس بتاع المكنا دي كام؟ عندك الميبري بتاعتك 16 جيجا تقريبا هيا عندك الديسك السي بيو راح فين؟ رقم واحد في الكيبورد هي عدد السي بيو كورس سي بيو كورس انت محتاج قد ايه؟ هو السؤال انت محتاج قد ايه؟ لو كيت اقولك كده كده انا عندي هنا عندي اربعة كورس موجودين هنا بص انا جربت صراحة يعني هو الفكرة ان انا عندي هنا انتل زيون بروسيسور فالسيرفر ده يعني الى حد ما كويس يعني مش واقش ومش اكبر حاجة في الدنيا او مش واقش يعني بس يا الفكرة لو انت بتست الكلام ده عندك لو عندك سيرفر بتجرب عليه والسيرفر ده اتنين كورس بس يقول السيرفر ده يعني مفيش لوت كبير هتقوم و هتقوم مش هتقوم مش هتلاقي في اي مشاكل من شغالك تمام؟ لو عندك سيرفر ادي له يا عم انت متقطعش من جلدك يعني خلاص؟ طعا طعا كده نرجع مرة ثانية بص كده لاحظ حاجة انا شغالين ايه ده؟ ده اللي كنت اقولك علي من دي اتنين اتنين دي انف لا 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 انا عمالت رال دي انف انا عمالتش رال ما دي انف بس اللي بيحصل انه وقت ما انت بتعمل انستول لو لا اي مكت جي نقصة او انت كنت محتاجها بس مش موجودة عن مكرة بيروح يجيبها يسحبها وصلت؟ تمام طيب انا برجع لك مرة ثانية نفس الفكرة ده معنى ايه؟ فاكر انت لما كنت بقوله طيب اوت فاني بتاعتك كزا؟ اه عشان لو خادل اخوات لغياب ايه واحدة منهم ميه لو انت قلت له الطايم اوت بتاعتي ولي اكون تلاتين دقيقة حاولت له من ثواني اكاد حاول من ثواني في الاخر لو قلت له تلاتين دقيقة وانت الانترنت عندك بيموت فلا يحصل الانستولر هيفيل لان الطايم اوت فاليو خلاص وصل لها واضحت؟ بسؤال معايش يا الطايم اوت ديني البروسس بروسس بروسس ولا لا ده الكل انستولر اللي بشغال عندك اه عشان واضحت؟ طيب تمام تمام طيب طيب ممكن جورنال طيب 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 هبك 이건 طيب طيب الطايم طيب بائك بائك جط طيب سندر أهول لسه معدي سندر 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 اضاف له الهو htlbfs الهو htlbfs الهو htlbfs الهو htlbfs طبعاً داك مستهى هشطة بس الكمبوننت دي عزا دوكارز برضو ولا كسيرفز لا هشطة بالكمبوننت دي كسيرفز الهو htlbfs الهو htlbfs الهو htlbfs الهو htlbfs بصراحه حاجه اختراعي بأمانه بحق ربنا كنت بعمل الهو htlbfs يوم السبت باية يوم السبت وردي راننج الهو htlbfs مشغلوا الهو htlbfs مشغلوا الهو htlbfs مشغلهم على 16 اختراع 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 على الصراحة ما اعمل شغلهم على صوافت اهو هنعمل لك صوافت اختراع ان كل مبونة ان يكون عندي كل مبونة متنازرة على السيستم الوحدة لا مش كل مبونة مش حد بيحط كل سيرفز على سيرفر الوحيدة يعني مش لدرجة دي لا بتحط كل شوية سيرفز كده على مكانة الوحيدة والمكانة دي هتديها اقول معين ما انا بقولك هو انت بتقوم كلاود open stack كلاود عندك فانت بتشوف المكانة دي الرول بتاعي يبقى ايه الرول ده هتعملها controller machine ولا هتعملها computer machine ولا هتعملها storage machine ولا هتعمل فيها ايه بزبط وصلت؟ تمام لو انت هتعملها computer machine فانت هتحتاجي components اللي تسمح لك ان انت تران virtual machines لو انت هتعملها controller machine فتقاط فيها components كل components دي جامعة هي ما اخد بالك؟ جامعة معناها انت مكنت تحط 5-6 service عشان يعمل لك controller function 5-6 service عشان يعمل لك compute function وصلت؟ اه تمام فانت هتعملها بالرول مش بالservice level مش كل service على مكانة وكده شكره ده مش الدرجة دي بقى over جدا بقولك النهاردة open stack services بقى العدد بتاعها كبير جدا انا بقتش عارف عندها ومصها اصلا بقتش عارفه اساسا يعني open stack services كده الليست بتاعتها ما شاء الله يعني يا نهارة زرق بقت حاجة مخيفة فرا يعمل ما فيه عمدهم service عشان ترامل containers تخيل؟ يعني open stack نفسها لترامل ال containers ها اتفرج يا عم انا عارب يا مش هنخلص يعني مش الدرجة دي هي كل تاصلization 1 ايوه دي مش كل حاجة فين؟ في عندك حاجات تانية ها موجودة يعني مش دول الدول مش كل حاجة دول core services اللي انت محتاجها في عندك حاجات تانية موجودة هنا وده عشان تعمل الديبلويمينت اوبشنز اللي بتاعتك فيه تريبل او ده اللي اتهاب تستخدمه ده اللي ردهاب تستخدمه ماشي ما عليه فيه اوبن ستاك انسابل فيه بابوت اوبن ستاك اللي احنا غالبا ده اعتقد ده اللي مع لا ده بابوت موديولز ده اللي بيستخدم مع اسمه ايه مع باكستاك اللي احنا مستخدمه دلوقتي هتلاقي فيه سامبل كونفيجريشنز كمان لك هنبص عليها ده الامج سيرفس والكود بتاعته الدوكمنتيشن بتاعته عالجة تشوف الدوكمنتيشن اللي موجود ده لو عايز تعمل له انستوليشن بقى الكونفيجريشن لو عايز تعمل له انستولي سيدي على رد هات استاندالون سيرفس الصح لي كده؟ اه كستاندالون سيرفس على فكرة حلوة جدا الفكرة دي يعني حلوة جدا الفكرة ان انا اوريكو لو عايز تعمل استولي اوبن ستاك سيرفس باي سيرفس واحدة واحدة كده لو حدهم حلو الفكرة دي مش بطالة والله فعلا انا مش شاف انها مش مشكلة اه مستطفى ممكن تمكس بينهم؟ اه بص ما نصحش ابدا تمكس حاجة زيكدة حاططتلك سامبل substitutions كمان او اعتقد لقى دي ال dy options خبان ايقولك؟ يعني لو انت بتستخدم backstack كمبل backstack الاخر لو بتستخدم director او 0000 او اللي ردت تستخدمه تكمل 0000 او الاخر مصلت؟ اه مستيقن؟ او خلصت المبنى او خلصت المبنى لالي RDO ده تمام؟ اه وليت نفس المسرة ان انا نسيت مثلا نزل الموديول بتاعك تيفين اقدر حسنا ما انت ممكن تعمل ريران للموديول ده وتضيف نودز بديدة كمان للأوبنستاك اللي احنا عملناها دي احنا الوقت اعملنا انستول على المود واحدة صح؟ بالضبط لو كنا كملنا في الملف ده كنت هتلاقي كده انت عايزت انستول كذا وكذا وكذا وهتعمل لهم انستول فيه على اي ماشينز اه لا انا شو اصدرها دي يعني بكل ان انا نسيت الكمبونت وانا بصدق بينها ايوه ده اللي بقولك عليه ده اللي بقولك عليه تعال كده اوقف دي هنا كده اه لو جيت اقولك كده في موانسر الانسر فايل اللي عندنا ده مفتكر الانسر فايل اللي كان موجود هنا بص كده لو عايزت تحط host تاني تكون فيجر عليه هتقوله الكمبونة وديله الوقت بتاع الhost التاني مصلت؟ ما هو انت عندك الكمبوننت هنا في الملف ده ايه اللي فيه؟ بيقولك configure ده yes او نو صح؟ انت فرضاً كنت قيله نوم وجيت حبيت تخليه بyes صح؟ عدل دي بدل هي بدل ما هي خليها وهي ورن الانستوى مرة تانية شكراً خلاص هيمسح القديم ولا هيديف الكمبوننت الجديد؟ لا هيديف الكمبوننت الجديد هيروحي المعلم ده موجود خلاص شكراً خلاص هيكمل عليه وهيديف اللي كان مقص نعم مرحي 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 هيروحي المرحي هيروحي المرحي هيروحي المرحي تشوف الكورز بتاعك تشايف؟ بدأ هوا الـ HTTB بقى شغال ده كويس الـ MySQL ده شغالة سندر ABR شغال كويس ده ممتاز مازال البابت بتشغالة تقصص ظهر قدام بابت لسه مازالت شغالة طيب تعال كده اللود افريدج كويس مفيش لود افريدج يعنيه لأ قلتلك مش هتلاقي لود افريدج كتير قبل كده انا بالرابتك تو كورز وكان شغال زي فاي مش هتلاقي حاجة يعني مميتة لللود اللي عندك بص كده انا قلتله انت عندك فوليوم جروب صح؟ وكان اسمه سندر فوليوم بص اي اللي حصل شفت؟ انا اعمل دولي فوليوم جروب واسيبه هو ايش عادة؟ ما تشتوقع رأسنا اعمل حاجة ماشي؟ تمام يلا عبدالصمت اعمل أبلايه هو لبعض السيتنجز على الكنترولر نود واحد واعد كده يخش على التست بعدما السيرفز كلها تقوم والدنيها تقوم تمام؟ خلاص اعمل 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 ممكن أن نرى المموري الذي يستخدمها مثلاً OpenStamp في الريتسدد المموري في طب نقوم بعمل حفظي ممكن أن نرى المموري التي يستخدمها في طب ما نرى المموري التي يستخدمها مثلا في الطب يريد ترتب لا لا قصدي هنجيب الميموري مثلا نستخدمها عشان لما احنا نستطرها عندنا عن فرشور ماشينز نعرف الميموري نستخدمها نصحتي ما تجربش قال من 16 جيجا وده بسبب لان بعد كده انت مش عايز ترن ال OpenStack Service وخلاص صح؟ انت لسه ترن فرشور ماشينز عليها صح؟ صحيح فانت ما زلت محتاج لميموري زيادة عن الهو بستخدم تمانية مثلا فانت محتاج مثلا اربعة او تمانية كمان عشان ترن إنستانس او اتنين تجرب عليه صح؟ صحيح 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سواء كده مش عمسي صغير حضراتك كويس بالبداية مش عارك موكش هكتنعيني الصوت بيت جدا مش تقول كده حوالي اه طيب كده كويس انا سماع كويس حضراتك تتفضلت بالبداية وقالت انا ما اشتغل اول حاجة تشتغل اول حاجة تشتغل ايه؟ كاوبريتر اه تمام اه طيب اه دي تمام ماتيش مشاكل الواحد اصلا بيروح ايه انفيرومان ايه ده ايه سسم جاه سسم مستفض جاه انت اشتغل اوبريشن عليه او كأذنين عليه جدا اه طيب انا عندي كم سؤال كده بخصوص الانتر فاير اه اول حاجة حاجة تعملت شنريتل الانتر فاير ايه اه 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 هو ال default بتاع ال الانتر فاير install components اللي هي المستكمان الليه كلها تعمل لها install وخلاص هتلاقي فيه حاجات بادي فولت معمول لها هيتعمل لها انستول وحاجات تانية ايلو لا مش هيتعمل لها انستول مش هلا اللي عمله والله هم الناس برسلتهم باكستاك حطون الديفولت بتاعتها كزا اما ياس او نو اه فهي الفكرة انت محتاج ايه بس هو مفروض ده السؤال اه اه اي ده الانستوليشن بتاعنا خلص الحمد لله بيقولك الانستوليشن بتاعك انتهى شكرا بيقولك عايزت اكسس ال اوبن ستاك بتاعك ده اروح افتح اللينك ده بتاعك اذا نفتحه خطعه مبروكة باشي والله بارك فيك وعبا الولادك طيب لو عايزت راجع اللوز هيقولك اللوز موجودة في الحيطة الفرانية والإنستوليشن اللوز هنا والمنفست موجود هنا وده الملف اللي هتستخدمه الكيستون ادمن ار سي او كيستون ار سي ادمن ده ده اهو ان لو جيتبسط على ايه كده هتليقى عمل لك ملف كده الملف ده بقى تستخدمه لما ديجي تبص على الكريتنشل بتاعتك تعال كده عندي بكل بساطة الملف ده واضح جدا بيقولك انت لما ديجي تكوننكت لو انت تستخدم الاوبن ستاك من الكماند لائن مش من الوب انترفيس فانت اليوزر اسمه كده الباسورد بتاعته اسمه كده الريجن اللي هيكوننكت علي اسمها ريجن هون الURL اللي هتاثمتيكات منه للاوبن ستاك هوا تمام وبعد كده غيرل الps1 عشان يوريك انت اليوزر بتاعك ايه واسم اليوزر بتاعك هوا والبروجيكت الديفولت بتاعك ده الديفولت بروجيكت اللي عندك اسمه ادمن واليوزر دومين كده والبروجيكت دومين كده تقاب من الوريت هات عادة جدا المفروض يعملوا على الوبين من غير اي مشاكل ربما يديله الصحة وبس بين هكوية الترك بتاع الوبرية على التسكس ده مصطفى CLI ولا GY طب من الاتنين بس هنركز على CLI فيهم لان انت عادتاً ما تكون شغل على الابرستاك فانت معظم الشغل بتاعك او بريد ولا يكون من CLI واللي انت بتعمله من CLI هو هو ممكن تعمله من GY فلا انت احكرت من قوندران؟ يعني مثلاً اميجز عايز تأبلوت اميج او عايز تعمل ديليت الاميج او اتعدل حاجة في اميج هتروح الاميجز اللي موجودة عندك كده وتبدأ اتعدل فيها من GY مش هجا اقولك بقى والنبي اضغط يمين مش عارف الاتة الفرانية واضغط upload وعمل ابلوت الملف عذابي او ريالك كده على السريع بس يعني مش ده هدفنا انت راجل مفروض تكون اجمن وتخبط في مشاكل وترجع تبص على النجزة وتشوفها وإلا كده مش هناخل بس يعني تمام تمام مش ماشي ماشي ده بختصار شريك جدا ده كده مفروض يكون شكل الانترفيز بتاعك مفروض لو عايز تcreate limit تضغط عليها تعال كده نشوف اللول على الماكنة دي كده البتايم بتاعها كام ربناديها صحة هي بس بتبوت شوية المشكلة مش بطء السيرفر نفسه عند المشكلة ما هي بطء الكنيكشن انا اوصل دي في ان فاي فالكنيكشن ربنا يديلو الصحة الحمدلله انه خلص والانيستوريشن تم ما عندك شينتا ويندوز ماشيين على الكلاستر ده؟ اه لا هحط ويندوز ليه مش فهم الحكه دي او ما هي ماشيين تاني على جي و اي على الكلاستر ده؟ مش فرق لا اي لا اي 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 لاني استخدم у اي اي اه مش فرق الاكيدة كده الكنيكشن بطيء صحة؟ فلأنت عندك حتى الويندوز ماشيين و بتتتتتتتم بيموت ديسك توب فتلاقي الموص هو بتحرك بيموت كاميرك فما فرقتش كتير يعني انا حتى بحاول اكتب انا خلصت كتبت الكلمة ولسه الكلام لسه وصدني بعدها بشوية السيرفر مفشعر يلود تقريبا يعني 25% لود انا عندي اربعة كورز واللود واحد فتقريبا 25-2 مستقدم ما فيش في لود تقريبا كده نشوف الفري اليوزد 6 جيجا بس فانا عندي ريسلس حلوة موجودة ده بختار او ده الشكل اللي هيكون عليه الopen stack بالنسبة لك عملناه فاكرا لما كنت قلتله وما كنت بعمل installer فاكرا من شوية فيرجع مرة ثانية كده فاكر وانا كنت بعمل generate للملف بتاع الانسر فايل فاكر هنا انا كنت قلتله كان فيه option هنا اعملته بروفيجين ديمو صح؟ قلتله بنوم فانت مش هتلاقي اي فيه حاجة هاتعمل لها بروفيجين خالص لا instances ولا رامز ولا اي حاجة خالص مستخدمة ولا floating ips ولا security group ولا اي حاجة فاضي فاضي صح اراملت مش حتى مفيش هدوم حتى لابسها خلاص منتجة تمام؟ لو عامل ديمو اللي بيم هيدلها مثلا ديمو بقى هتلاقي اعمل لك security group او واحدة او اتنين ولا حاجة floating ips حاجزها هعمل لك ديمو راوتر مشغاله هتلاقي مش عامل لك شوية حاجات كده انت تشوف هتلاقي شغاله قدامك بس بس بما اننا احنا شغالين احنا هتلاقي اشتغل operator في الجزء ده فهنعمل احنا الكلام ده با ايدينا بشكل مانيوال يعني او كده مرة اللي جاية ان شاء الله نخش كده نعمل راوتر با ايدينا او نبدأ ندسكافر الـ environment نجيب image مثلا نعدلها والimage دي نعمل لها upload للopen stack وبعد ما نجيب الimage دي او بعد ما نعمل لها upload ممكن ننشيط instance منها او نكاريت راوتر الاول وعدا نقوم بتعينها مثل شاية إستانس فان ما خلينا نعمل اللي البقاء بدا يناعمل jumbo نحن مانيا جا building واما بالا durch نحن نتفعل بقى احنا كل اسبوع ممكن حدقتها في السكين ريكوردينج هرفع لوك السكين ريكوردينج ان شاء الله وحطوه على اليوتيوب ماشي تمام